لكن على قولتهم الدقائق القادمة هتخبي فيها الكثير لكن حنا راح نشوف تفضل يا غالي يا مرحبا هلو سهلا خال المتسابق فيصل الحازب يا مرحب الله يحييك أولا للمرة الثانية هم شرفنا في ظهورك على الشاشة يا مرحبا مليون الله أقدركم وقامك وشرفنا وقوفنا جنبك ووقوفنا في هذا الصرح الشامخ والله يبيض وجيكم وجم الحار وجهك بيض أنت في لحظة لقاء المرة الماضية ما تم اللقاء كنت زعلان مني بصراحة لا ما كنت زعلانين بالعكس والله ابتسامتك واستقبالك وعلومك الطيبة كلها إن كنحن قابلنا فيصل ونحترم قوانين القناة والأمور هذه كلها بالعكس والله ابتسامتك حتى لو اللي في خاطر شيء ما قدري يحمل لي عليك الله يجعلني في ذاك طيب رسالتك لابراهيم عفوا الفيصل ورسالتك لابراهيم من المتسابقين وغيرهم أول شي نقول الله يوفقهم حقيقة يعني يقضوا هذا الوقت 90 يوم وقت يحسب لهم ويحسب عليهم حقيقة هو فيصل أكيد شهادتي فيه مجروحة ولكن لو لم يكن كفل هذا المكان والله ما كان سمحت له أن يدخل هذا البرنامج ولكنني عارف أنه مجمل وبيجمل وهو يلعب على كذا وتر الشعر ولا مراجل ولا إعلام وإن شاء الله أنه ناجح في كل الأمور وحنا مثل ما أقول دائما حنا نتعشم فيها أكثر يا سلام طيب آخر حاجة هو بيني وبينك ترى ما أحد يسمع من تتوقع ياخذ المركز الأول والله أخذها اللي يستحق حقيقة يعني أنا متأكد أن الجميع بذلوا جهودهم وكلنا بذلنا جهودنا مع الأصحاب والأصدقاء والمعارف والقبيلة بذلنا كل ما نستطيع من جهة ولكن في النهاية يبقى التوفيق من رب العالمي والله ما أقدر أتوقع لأنه كله بغالينا حتى تلت والله نعم ونعم بيض الله واجهك شكرا لك الغالي يعطيك الصحة والعافية ونتمنى إن شاء الله قضاء وقت ممتع في الحفل الختامي خال المتسابق فيصل الحازف كان معنا هذه مشاعره بلا شك إنه مثل ما يقدر فيصل يقدر بقية المتابقين ما صرح باسم من يتوقع حصوله على المركز الأولى